موسيقى بسا الخير مع نهاية كل سنة منبقى ناطرينة تفل على أمل أنه يلي جاية يكون أفضل لأنه بطبعنا الإنسان منصنف الأمل فوق اليأس السعادة قبل الحزن والرجا بوجه الخيبة كل سنة هي يلي بعلم الفلك ومشأ التنجيم بتنفذ كل توقعات السنة حسب حركة الكواكب هالمجرة يلي جامعتنا بحظ ولعنة بعقدة وحل بخوف من بكرة وشوق لبكرة أحلى كارمن شماس بحلقتنا للليلة كارمن شماس أهلا وسهلا فيك نورت الليلة معنا أهلا وسهلا جيري شو ال نامستي سلم عليك رح نتوسع شوي أكتر بهذا الموضوع بس خبرنا قبل كيف كانت سنة 2021 عليك 2021 بالنسبة لأيلي شخصيا هي كانت سنة كتير حلوة سنة مصيرية قلبت حياتي فؤاني تحتيني ليه؟ للأفضل لأنه بسنة الواحد وعشرين دخلت بخط أو درب الاستنارة يلي هي التوعية الروحية فتت فيها من البيب الكبير كيف تصاريت؟ تعرفت على الحكيم نعلم الحكيم نشأة مجد النور عبر السوشال ميديا طبعا هو لبناني كنعيش بألمانيا تعرفت عليه وبدأت معه الرحلة التعرف على الروحانيات هو معلم مستوى عالي جدا روحاني وأنا بدمي أنا أصغير بروحي خلينا نقول الروحانيات فلقيت مثل ما بيقولوا لما بيكون التلميذ جاهز يظهر المعلم ظهر المعلم شو اللي تغير بتفكيرك وبحياتي؟ أول شي بحياتي تغيرت كليا صرت نباتية مية بالمية لأنه بالروحانيات لازم تكون نباتي هاي بالدرجة وفيغان مش فيجيتيرين فيغان لازم تقطع كل شي اللي علاقة بالحيوان كيف نحنا بزمن الصوم منصوم عن كل شي اللي علاقة بالحيوان كل شي كل شي شو السبب؟ السبب هو لحتى ترفع المستوى الروحي اللي عندك بجسمك بروحك لحتى ترتقنت فيه بتصير أقرب مش إنه إلى الله نحنا كلنا قراب الله بجواتنا لكن ليصير فيه مزبوط تقدر يصير فيه تواصل كتير قوي وشفاف جدا ببطل فيه بارازيت لأنه اللحوم وشتقات اللحوم بتعمل هالبارازيت جوات الإنسان كانون فيه أشخاص سمعوا يكونوا يحضرونها هلأ بيحسوا أنه يمكن اللي عمين حكا ما عم يقدروا توريليت أو عرفتين يلي روحوا جاهزة ما فيه كيف هلأ أنا حكيت بلحظة بيكون الباقية بدون يسمعوا بياخدوا وقت يمكن لكن ندرب الاستنارة مع الحكيم المعلم نشأة مجد النور كتير سريع كتير 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 سريع شو اللي بيتغير بحيط لأشخاص اللي بيفوتوا على هذا المطرح بتفوت على درب الاستنارة أول شي بدك تدخل بمش راح أقول هو مش أنه قاعد عم تصلي كل يوم لا بس أنت بتعيش كل لحظة لحظة التأمل الميديتيشن لما تتعمل الميديتيشن أول شي في سكيني طبعا كل شخص بيبقى على دينه ما قاله عليها هنا عم نحكي نحن عن الروح الروح بتصير بتواصل مستمر التأمل هي أنك عم تتواصل مع ربك بطريقة مستمرة فتتعلم بيعلمك الحكيم كيف تتواصل معه كيف تتواصل معه كيف تتواصل معه بتبقى فترة فترة بدك ساعة تبقى ساعتين ونصف فيك تبقى بتعمل الميديتيشن لكن بنفس الوقت بدأ تكون فيغن فيك تبلج فيجيتاريان شو الفرق بينهن الفيجيتاريان بتقطع كل شي أو الأجبان الأجبان والمشتقاتون ما بتصير فيغن بتقطع كل شي اللي علاقة بالحيوان كل شي كل شي اللبني جبني الحليب اللبن البيض كل شي حتى العسل تقطعه كارمان قدام تعلق هذا الشي بالكواكب وبالفلك مش إنه بالفلك لكن هيدا نمط روحي للروح الروح ما إلا بلد معين هي بالكون موجودة الروح فالروح تطمئن الروح بتتقدم الروح ترتقي وبتبطل أهم شي أهم شي بدرب الاستنارة يلي بتتعلم مع الحكيم نشأة مجد النور إنه الروح يلي عم تروح وتجي هلأ الناس لازم تعرف إنه الروح بالنسبة لنا بتروح وتجي بتعيش حيوات وأنا بعرف هالشي يعني أنا أقوم به هالشي من قبل مش لأنه أنا أؤمن إنه في تقمص وتروح وترجع كل الناس أنا كتعيشي بي كولومبيا بلد كاتوليكي مية بالمية كل قارة الأمريكية لكن كلهم كاتوليك كاتوليك يعني تبعين للبابا كلهم بيتقبلوا هذي الأفكار بيتقبلوها بيرحابي ليش برأيك بلبنان نحن ملنا كتير فلكسب له الأفكار نحن بعد ما نفتحنا على الأفكار بعد ما نفتحنا عليها بطريقة ما دخل دياني هذا عالم الروح هذه الروحنييات نضلنا أنا مسيحية أنا لكن نفس الشي ماشي بدرب الروح Clone يسوع بيظل هو حياتي بيظل هو مرشدة بيظل هو ربي بيظل نفس الشي لكن الروح اللي بتوعها الروح اللي بتوعها الروح اللي بتوعها وتصير ما أصلا الروح هي عطشة عطشة لهال الحكم هذي هو الحكيم من كلمة حكم عطشة بده بده هذي بدوا مني إلا أنه هيك هيك وقفة اللحمة بتكون تضلكم تروحوا وتجوا في سماوات سبعة أول ثلاثة بيعلمك فوتوا على التشانيل على قناة الحكيم نشأة منذر اسمها التشانيل وبتحضروا كل الفيديوهات أنا بحاوروا بهذه يعني هذه هي من الأشياء المهمة بالواحدة عشرين هدى إليك تقريبا كار من بهذا إذا بديك النقلة اللي عملتها النقلة من تقريبا فيني أول صار لأكتر من سنة وكيف كانت ترجعوا بالعالم مع الموضوع في ألاف من الطلاب صار ألاف من الطلاب عند الحكيم نشأة منذر طيب وبشهدتهم شو عم بيكون التغير راحيتهم طاير عقلون ما في حدا منه مرتاح الكل مرتاح روحيا حتى أحيانا بيشوفوا بيحلموا بيشوفوا مرتاحين حتى واجعوا بيروح عنده طاقة كتير حلوة بيكرس الناس يعني هذا الشي عم بيأثر إذا بديك جسديا ونفسيا مش بس نحن عم نحكي على صعيد النفسي نحن عم نحكي عن صعيد النفسي عم نحكي عن صعيد الروحي الروحي اللي بتنعكس كمان على الجسم هو معلم صح طبعا بتنعكس على كل شيء حياتك كلها بتنعكس على أسلوب حياتك بتغير أسلوب حياتك بتكون نباتي بدك تدخل بالتأمل كمان وبتبلش شوي شوي تتقدم روحك ببلش تتحرر هو لأنه معلم مستوى كتير عالي بيقدر يحرر الروح من هالدوامة الحياة يعني بظل إنسان كذا حياة بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيتتحرر منها لكن بدك معلم عالي لقدر يحررك مستوي عالي لقدر يحررك من هالثلاث سماوات لتطلع للرابعة هو عالم كتير عالم لكن يلي عم يسمع ويلي يروحه عطشة لهالحكم لهالدغري بيدخل بدرب الاسم وبيقدر يعرف أكتر على اليوتيوب شانل عند اليوتيوب اسمها الحكيم نشأة منذر والحكيم المعلم هو طبعا نشأة مجد النور اسمه الروحي كارمن إذا بدنا نروح شوي أكتر على التوقعات يلي العالم بيعتمدوا عليها أو مصيرها السنة الجديدة كل العالم ناطر وكل العالم متأملة متمسكة بعد بخيوط أمل صغيرة بشكل عام يتكمشوا كتير بشكل عام متفاقلة ما سمعت يتكمشوا كتير يتكمشوا فسري لنا العالم بدأت فهم أكتر تقلق سنة الـ 22 أصلا يلي بتحكي عنه هو جاي من اللي سبق وحكيته سنة الـ 22 رح بتكون سنة استنارة كلكم رح تتفاجأوا رح تنصدموا شو رح بيصير بالـ 22 من ناحية التوعية الروحية عم بيحكي عن المنطقة العربية رح بيصير فيه تغييرات عم نحكي هيدا ضمن التوقعات لأن حتى بالتوقعات الفلكية عند المشتري مع نبتون الكوكبين اللي علاءة بالروحانيات سيكونوا ضمن في تراصف بـ 12 نيسان هو هيدا التراصف هو المسيطر على سنة الـ 22 علاءة مباشرة دايريكت مع الاستنارة كارمين العالم عطول بتسأله وأنا حتى بسأل حالي وأكيد يمكن ما تروح عليك السؤال كذا مرة أنه كيف ملايين الأشخاص من نفس البرج بيتطبع عليهم نفس التوقع هي مثل لما بيكون الأحوال الفلكية مغايمة الدنيا مغايمة الدنيا على الكل لكن بيبقى كل شخص بالتفاصيل حياته الكواكب الموجودة عنده حسب سعر الخلافية بيبين كيف يتفاعل معه أو كيف يعني التوجه اللي معقولي يتفاعل مع هالعاصفة مثلا في الناس ما بتفرو معهم أنا أصلت للدرجة ما بتفرو معي في عاصفة ما في عاصفة ما بتفرو لكن لازم قللك عودة لـ 22 عودة لـ 22 كتعمل لك أنه جوبيتر مع نبتون تراصف هو سنة الاستنارة لكن كمان نبتون هو كوكب الأوبئة الأوبئة أوكي يعني بعدها مكملة معنا الكثير مع أنه كثير عالم متأملين أنه هلأ تكون نهاية كورونا مع أوميكرون وعم بيقول أنه عم بيخفوا وعم بيصير فلو عادة يعني بتلاحظي الفايب بيروح الكوفيد بيجي الدلتا بيجي أوميكرون مش متوقعت رح بيروح أوميكرون بيرجع شيء تاني إلا يلي بيفوت طبعا مدارة الاستنارة ما بتبلش تخفي بالعالم هي أصلا يعني هي وباء بكل العالم شو معناتها؟ معناتها في شيء غلط على الكرة الأرضية في شيء غلط عم بيصير هلأ كل المناطق موجودة هيدا الأوبئة موجودة وفي بقر بالعالم فيها عنف مثل نحن بلادنا الوحيدة تقريبا فيها عنف كل البلدان العالم خلصت من العنف يعني روح حتى أميركا لاتيني ما فيها عنف روح أفريا ما فيها عنف طب روح عند الشرق الأقصى ما فيها عنف طب ليش نحن هون هون بلادنا فيها كتير عنف في كتير قتل للحيوان في كتير قتل للحيوان الحيوانات لازم نحطهم على جنب لازم نتركهم لا تقتل ما لازم نقتل شيء ما لازم ناكل شيء من اللحمات لأنه بتاكل شيء من اللحمات بيبطل بيصير فيه مثل هالتاشات السود اللي عندك بالهالة عندك بتبطل هالطاقة النورانية الحلوة اللي أنت عم بتصليل لتساعدك بطل توصلك ما عم تقدر تساعدك أنه أنت فيه دم جوه عم بيصرخ فيك أنه نحن بزمن الصوم نقف عنه لنقدر نتعبد بطريقة جيدة لازم عطول نضل نصايمين طيب كارمن إذا بنا ننتقل شوي على الأبراج العام كلها ناطرة ومثل ما حكينا متكمشين وقلتينه ينكمشوا بهالأمر كمشوا كتير خلينا نبلش شوي زيارة أنا بي فيغان رسالة بي فيغان لازم تكونوا فيغان لازم تكونوا فيغان شو بتقولي للحمل الحمل عنده سنة كتير حلوة هلأ نحن عم نحكي هون على صعيد شخصي صعيد العالمي انسوا صعيد العالمي مكملين مثل السنوات الباقية ما حدا يفكر أنه تهينا صرنا لكن على صعيد شخصي صار كل واحد يشتغل على حاله برش الحمل بالنسبة له عنده سنة حلوة لأنه مرة كل 12 سنة بيوصل المشتري لعنده ورح يوصل لعنده بفترة ما بين 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 10 أيار و 28 أكتوبر رح يكون عنده المشتري ورح يساعده وينشله لأنه صار له فترة ناطر التغيير والتحول الجذري بحياته ففي نقول عنه سنة ممتازة لبرش الحمل نحكي على صعيد العمل لما بتفتح بتفتح كل الأصعيد لما بتسكر بالطربة كليا فبرش الحمل في عنده سنة رائعة خاصة مولود أدار خاصة موليد شهر أدار غطوا طار هيدا المشتري بينزل عندهم بيحمل لهم التغيير بالدنيا إن شاء الله يكون بالدنيا وإلا بيجيهم فرصة ما بالدنيا هني عم بدوروا أشي تاني وكيف نتوصل لهم بفرصة مش هاي البدنيا فأنا بنصحهم كل شيء بدنيا عم بيحلموا فيه وعم بيشتغلوا له يقووا قلبهم سنة ممتازة موليد نيسان أبريل بالتلايتة وعشرين كمان البيب العريض بيحصلوا عليها لكن التنين وعشرين الكل بيقدر يبلش يشتغل على فرصة ثمينة جدا جدا فيها تكون سنة حظ من أرواع الحصوص ثور الثور المشكلة بيبرش الثور أنه أورانيوس بعده موجود بيبرشه بعده موجود بيبرشه وموليد واحد لسبع أيار مايو هني الأكثر تعبا لأنه أورانيوس أكثر شيء يمسلط الطاقة عليه فهو دول بدين ينتبهوا كتير للشغل لاستقراره لكل شيء صحيا بس تقولي لحدا ينتبه كيف يعني ينتبه ليك نحنا اللبنانيين اللي عم بيسمعونا كتير بيحبوا المجازة فيه بيطلعوا بالليالي مفرقانوا معهم بيتعرضوا بيجازفوا بيسوقوا بسرعة بيفوتوا بمشاريع مالية كبيرة أكبر منهم ممنوع المجازة فيه ممنوع بلين يؤدوا عقلين بلين يحكموا عقلهم بلين يفكروا لأنه سنة غير استقرار ما في استقرار أبدا 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 حتى الصحية بديوا ينتبهوا شغلهم بديوا ينتبهوا يفكر حاله أنه قاعد هو بمأمن محد عم بيقل له شيء غلط ولا غلط أو أحيانا قاعد معهم يعملون شيء فجأة بقولوا له باي باي واحد لسبعة أنا بهمي أكتر شيء الصحة عم بيحكي عن واحد لعشرة تحديدا واحد لسبعة أيار مايو أضف إلى ذلك بـ 30 أبريل في كسوف للشمس ببرش الثور كسوف الشمس معناه تعم بيسلط الضوء على هالكم مولود قبل 30 تقريبا من 27 أبريل لتقريبا أربعة أيار مايو هذول المواليد ما رحقول هني بمنطقة حذرة لكن منطقة دقيقة يعني مثل ماشي وفيه مطب بيت اللي عم يهتاز أكتر هني هؤلاء زكارتون وأضف على ذلك أنه هني من بين الزكارتون واحد لأربعة واحد لسبعة أيار موجودين في زوم 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 بدلون ينتبهوا الكسوف ما كتير بحبوا لكن إذا أخذناها بشكل عام سنة لا بأسة بها سنة أنا بتمنى أنه يمدوا إيدهم للآخرين لأنه بحاجة لمين يساعدهم بحاجة لمين يساعدهم ما يقعدوا لحالهم برج الثور بيستحي برج الثور عنيد وبرج الثور ما بيحب التغيير هلأ بدوا يتأقلم مع أفكار جديدة بدوا يتقبلها حتى يرتاح ندفي لأنه جاي عليه كل هالأمور ذكرتها فإذا بيظل متشبث ومعند بيضايا أكتر بد يكون منفتح في ناس حابة تساعده كتير حابة تساعده الجوزاء الجوزاء عنده سنة أنا بعتبرها سنة ممتازة هلأ الـ 21 كانت جيدة جدا الـ 22 رح بتكون جيدة جدا ويمكن أكتر شوي لأنه المشتري رح بيكون بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية عنده بأعلى نقطة بفلكه هذا معناته أنه بينجم إذا بده لما يكون المشتري هو جالب الحظ الأكبر بيكون بأعلى نقطة بخرطك الفلكية للجوزاء مع أنه مربع لكن بيخلي مرش الجوزاء مثل قاعد عراس الجبل والناس كلها تفرج عليه لكن هذه سيف ذو حدين أنت عاعد تحت الأضواء كمان إذا في جرس حاله كمان نفس الوقت بيكون حريص بيكون حريص بيكون عامل شغله لأن الأخطاء كمان راح تبين أنت تحت الأضواء كل شي بيبين لكن هاي هي الفرصة الثمينة الذهبية يلي كل شخص بيتمنيها أنه يكون تحت الأضواء شو تحت الأضواء يعني وصلت الفرصة أنه يروح على الانترفيو من الفاينل كانديدتس يروح يوقف يحكي يبرهن ويظهر قديش هو أو هي بيستحقوا الفرصة الذهبية هاي دي واصلة لعندهم كلهم محسوسين أوكي يعني بس عم نلاحظ أنه لازم يكونوا حريصين يعني عم نحكي ذات شي بالنسبة لأنه تحت الأضواء صح يعني ما يستلشوا أو ما يتريخوا بالأفرت اللي لازم يكونوا عم يعملوه أنا محلون بحضر شغلي دفواري كتير منيح أوكي يعني بجرب بدع كمان لأنه لما بتعمل دفواري كتير منيح بيبين لما الإنسان ما بيعمل شغله مزبوط بتروح معه يطرق أو نقش بتثبط أو ما بتثبط قل آه أوكي أنا ما حضرت لكن لما بيحضر حاله الواحد و بيروحوا في عنده كوكب الحظ عنده 200 بالمية بيخدها 200 بالمية بيخدها وحكوني وبعتولي قولولي السرطان السرطان بهيد السنة 22 يعني أحلى من الواحد وعشرين وأحلى من العشرين شوي لأنه فيه كوكبين رح بيساعدوا كوكب المشتري بيساكلي كل السنة من واحد لعشر أيار المشتري رح بيكون ببرج الحوت اللي هو برج مائي مثل برج السرطان بيرجع بنتقل لبرج الحمل حتى 28 أكتوبر صحيح هو برج ناري لكن برج الحمل مثل مثل كيف حكيت هلأ برج الجوزاء رح بيكون بأعلى النقطة عنده لبرج السرطان رح ينجم رح ينجم في عنده نجومية كتير كبيرة هلأ نجومية حسب كل واحد يمكن حدا هلأ أم أو أب عم بيسمع لابنه أو لابنته بيختلف حسب بنجم بيدرس منيح بيطلع منيح يعني حظه بتتسهل بوجه المشتري بيسهل هلأ مش المشتري بحد ذاته هو نوعية الوقت حلوة كتير فبنجم برج السرطان أول سنة لأخر آخر شهرين بيبدع خاصة مولود 21 و 22 تموز ما منحك عن الصعيد العاطفة يمكن في عالم كمان عابير العاطفة شو بدنا بدنا نجاوزه فيه نجاوز إذا بده إذا حياته العاطفية متقلبة تتصلح إذا شخص نصيبه لأنه أحيانا أحيانا يكون مع شخص مش لقلنا أحيانا يكون مع شخص مش لقلنا يكون مبسوطين فجأة بيختفي هالشخص يمكن لحسن الحظ ليه بيختفي لحسن الحظ لأنه بيجي الشخص اللي لازم يكون بحياتنا بيروح مش وقت أوكي أنت خلص بصوه لازم يكونوا مرفتحين على هذا الموضوع كل شي بالحياة لأنه ما في شي عبث يعني فيه مواضيع كتير حلي واحد يحكي أنه أوكي زعلنا أوكي وقدنا نحيب ليلة نهار أنا بعرف لأنه بيجيين كتير ناس يسألون طب شو بعمل شو بعمل راحة راحة وراحت راحة تركوه خلي يروح استقبلوا شي الجديد أنه مش لقلكم مش كل شي لقلنا أوكي مش كل شي لقلنا أصلاً بدوا يتجوز يغرب يشوف واحد يغرب يتجوز يقول هاي هي يغرب هاي هي مش أنه بيعود إيه بدي ما بدي ما بدي خير ما بدوا ما بدي أنه مش ضابطة سنة الـ 22 لمرش السرطان هي سنة حلوة جداً للكل الأسد الأسد لك الأسد موالي التموز تعذبوا شوي بالـ 21 تعذبوا كان عندهم معاكسة من زحل زحل مزعج لما بيعاكس ما بيعجبوا العجب وبيخربط وين في نقاط ضعيفة بيفوتوا بيخربطها بيهد كتير إشياء بيهد الأسس الإنسان متكل عليها للطمأنينة للإستقرار بيهدها كلها فبتتزعزع عنده الأمور كان عم يساعدوا بنفس الوقت كوكب المشتري لأنه كان بيبرج قدلوا هلأ بـ 22 راح لبرج الحمل أوكي ماشي الحال راح بيساعدوا شوي يعني لحتى ما زعلوا لبرج الأسد بقلوا أوكي بـ 22 راح بيكون في عندك مجال لحتى ترجع تقدر توقف عشريك خاصة مولود تموز يوليو بقية الموليد ماشي حالة يعني موليد أب ماشي حالهم ماشي حالهم وبعتقد مفروض يكونوا أخذوا حقهم بلحظة ما بالـ 21 وبيتخمر خلاص عبر هالسنة هو شطارته يا أما نحن وصل علينا فرص حلوة يا أما ما منعرف نحافظ عليها يا أما منبقى فيها ودايما منرجع منتذكر نقول كانت 21 سنة اللي ارتبطت اللي بعملي أخذت فرصة أخرى يا أما سفرت يا أما شيء مهم جدا بحياتي فبـ 22 في فرصة يضبط أموره برشال الأسد ما يزعل مولود تموز بيقدر يحسن حياته بالشوي إذا فيه مجال بده يشتغل على حاله بيقدر فيه مساعدة لأله من الحظ بيحكي من الحظ موليد أب ماشي حاله مفروض يكملوا بالخط اللي رسموا لأله لكن يبدو ينضلوا ماشيين على الخط يعني بروفاشنال 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 أنت سرتي أم بده تكوني أم بده تكملي فيه مش أنه يلا جبنا ولد خلص يلا لا ما تكون تكمله للخط اللي نجحته فيه تبهوله يعني العذراء العذراء من الأبراج يلي يمكن ما أخذ يتحقه بالـ 21 ما أخذ يتحقه بالـ 21 بالـ 22 رح تيخذ حقه كل السنة من أول على آخر بآخر السنة تتشوف بآخر السنة بنوفمبر وديسمبر يلي بيخذ حقه هو مولود هو مولود 21 21 22 سبتمبر تصور ليش تحديدا لأن المشتري بيبقى بآخر آخر شهرين بسنة 22 بآخر درجتين بالحوت وبالحوت لكن بيطالوا للعذراء من ميلة لما يلي بيطالوا فكل السنة سنة حلوة أول أربعة شهر موالي برش العذراء وأنا عم بقلكون انتمهوا موالي برش العذراء مش قاعدوا تقولوا يي كان من قالت شو حلوة السنة لا غط وطار وقدون يتابعوني شهريا لأنه كل شهر في مواليد معينة رح يطلع للحظ هلأ قد عم تكون محددة علم الفلك كله محدد يلي بيقلك بشكل عام ما في شي عام ما في شي عام وأنا عم جرب بعطيكم تواريخ مواليد معينة لأنه عم جرب حدد لكم قد ما بقدر يعني أنت غير عن غيرك نفس البرج غير لكن أنا بقدر حدد كأسترولوج كعالمة فلك مش كبراجة البراجة ما بتعرف في فرق فينة حدد لك فغط وطار بيمروا بسرعة أول شهر بالسنة رح بيكون سريع كتير عم وليد آب يمكن بلحقوا يطلع لهم فرصة بشهر الشباط بدون يفوتوا ويسمعوا لي الأبراج الأسبوع الأسبوعية أوكي بس الشهرية بيعرفوا كل شهر عمين واصل الفرصة برجع بقلكم غط وطار ما تقولوا بعدين ما طلع لي شي بنسان تكون أنت غافي أو مخانق مع البوس يلي البوس كان بده يرقيك يكون عم بيقدم لك شي ايه بقى في فرص كتير مهمة كتير كتير مهمة سريعة لكن بالجيبي أوكي في فرص فيها تكون زواج فيها تكون ارتباط فيها تكون طلاق إذا منه مبسوط بالطلاق بينفك العقد فيه راحة فيه انفراج يمكن بيطالب بيجعب تجوز ما بتعرف فيه شغل حلو فيه نجاح عم بتهاجر بتصبط معهم الميزان 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 عنده فرصة سنة يمكن كمانا مهمة جدا هلأ بالواحد وعشرين كان سنة رائعة عم بحكي فلاكيا هلأ بيبقى كل واحد استفاد ما استفاد شيء أنا بعطيكم نوعية الوقت أنا كفلاكية بعطيكم نوعية الوقت مثل أحوال الجوية أحوال جوية أحوال فلاكية أحوال فلاكية هيك بتقول نوعية الوقت كيف هو بيقول لك نوعية الطاقس كيف أنا بيقول لك نوعية الوقت برج الميزان بالوحدة عشرين كانت سنة حلوة عليه كان في فرص رائعة 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 يستفل أو تستفل ما زبطت حالها ما شتغلت أحالها أصريت ما فرقاني معهم شيء تاني لكن نوعية الوقت كانت رائعة بالتنينة وعشرين رح بيكون بداية فرصة رائعة أخرى هالمرة رح بتكون دسمة أكتر أكتر بكتير ورح يتخذها أول شيء موليد سبتمبر لكن ما معناتها البقية ما رح يطلع بالعكس رح تطلع لهم للبقية بالتدرج هلأ بكل اتناين وعشرين الكل محظوظ من برج الميزان الكل محظوظ من برج الميزان في سند ارتفاع بالعمل بالشغل بحياتهم الأكاديمية بنجاحهم بارتقاءهم الروحي حتى رح ينجموا بعملهم بشغلهم رح بصيروا هني تحت الأضواء بشكل هائل ليش لأنه المشدري رح بيكون ببيت الشغل وبعدين بين أيار وأكتوبر رح يكون ببيت العمل المهني ويرجع بعدين للشغل شوي ويرجع بعدين بيبدع بيبدع بالتلاتة وعشرين بالشغل بيبدع عندهم سنتين ورا بعضهم تذكرني تجاري رح بيكونوا من أجمل ما يكونوا العقرب العقرب عنده كسوف بخمسة وعشرين أكتوبر العقرب كمان ما أخد كل حقه يمكن بالواحدة وعشرين يمكن مسائل عائلية شخصية زبطت شوي لكن تعب مولود أكتوبر هلأ مولود أكتوبر كمان بالتنين وعشرين رح يتعذب شوي لأنه في هذا الكسوف أنا الكسوف ما فيني غض النظر عنه ما فيني خبي حالي ورا أصبعي الكسوف أهم معلمات بالنسبة لأقلي يعلم الفلك العالم كله بيضج لما بيكون فيه كسوف فكيف إذا كان عند تاريخ معين بده ينتبه مولود خمسة عشرين هو اللي بده ينتبه أكتر هو مولود أكتوبر ومولود كل أكتوبر بده ينتبه وهون بمعنى ينتبه كمان ما ما حكينا يعني يكون عم يدرس كل خطوة كل خطوة خطوطة وما يعرض استقراره للمشاكل يسعى ببيته فيه مشكل مع ابنه مع بنته مع شريكه بالحياة مع بيه مع أمه بده ينتبه بده ينتبه بده ينتبه صحته أهم شي وهيدا الكسوف معقولي طال أقرب المقربين اللي قالوا بدائرته الصغيري الصغيري عم بحكي عن الأهل مثلا على الشغل على الصحة بده ينتبه خلي عيونهم مفتحين على كل شيء مفتحين لكن بحكمة يعني ما يطلع ويتعرض للمشاكل يقول يلا أوكي اجيني فرصة عمل رح اترك هذا الشغل وروح نا نسكر عندك كسوف هيدا السنة أجلة لغير سنة مثلا يعني أنا بشتغل على الوقت أنا مثلا أنا أنا إذا فيه كسوف عندي أبعمل شيء خيلها أنا مبسوطة هون أوكي يعني عصفور بالإيد والعشر على الشجرة بده ينتبهوا كشكل عام في كشكل عام للعقرب يعني في المشتري موجود ببيت الخامس وببيت السادس بالرغم من هيدا الكسوف فيه إنجازات لألكم فيه إنجازات لألكم يعني عملكم مجهودكم رح يعطي نتيجة وهون لازم أفتح الليلين وذكركم إنه لبنان هو من برش العقرب لبنان برش العقرب وهيدا الكسوف ظلوا مارئ بلبنان والمناطق القريبة فنهاية السنة منها الأدة مستقرة أصلا من منتصف السنة منها كثير مستقرة حوالي تقريبا هالتراصف بين المشتري ونبتون هيدا فتحناه ليلين لأنه سألتني على التوقعات العالمية سنة أولى فترة متقلبة جدا الجدي الكوس القوس القوس نجوميته حياته الحلوة تتمحور حول حياته الخاصة القوس بيهرب من حياته الخاصة ما بدي يعرف شي فيها ما بيني شي يلا حامل حاطة حاله غراده بالسيارة بيته بالسيارة وداير هلا كل شخص عنده عنده شخصيته صح لكن هيدا السنة 22 هي السنة يلي قد يستقر فيها يمكن بيحصل على جواب بده إيه اللي علاقة بخياراته الشخصية بهاجر ببقى بتجوز بلش عائلة قرارات مصيرية مصيرية شخصية هلياتورة بعود من سفر ضب الشنطة أو بنقل إلى بلد آخر فيه قرارات مصرية مهمة كبيرة عنده لكنها حلوة يمكن يشري بيت يمكن يبيع بيت يمكن العقار اللي صار له عليه مشاكل ورطة أو غير ورطة كلها تقريبا بتتحلحل عنده إشياء ممتازة بسنة 22 أضف إلى ذلك أنه بين أيار و أكتوبر كوكب المشتري موجود بيه برش الحمل ناري هون السعادة عنده تقريبا بتكمل عنده السعادة بين أيار و أكتوبر من أجمل ما يكون وترجع بـ 23 برجع بيبدع بالـ 24 كمان بالـ 25 بتجوز إذا ما أنه مجاوز الجدي الجدي أنا حبي هادي السنة لأله لأنه بـ 21 ما طلع له كتير ما طلع له هبوسة كبيرة فـ 22 في عنده شي حلو يمكن عنده سيارة جديدة يمكن إذا ولد يمكن يطلع له موبايل أول مرة يطلع له موبايل أو يطلع له لابك كل حدا على عقياسه الحظ يجي عقياسه أو أول سيارة للولد مثلا إنه في أشياء أو أول مكتب جديد بيطلع له للإنسان هذا الجدي عنده سنة حلوة بيرجع بين أيار و أكتوبر هادي فترة حظ لأله على صعيد شخصي هادي اللي بيرتاح فيها ورش الجدي ورش الجدي بيتعب بتحمل كتير مسؤوليات صعبة بتحمل مسؤوليات غيره بيحس وكأنه هو المسؤول لا شعوريا ورح يرتاح رح بتكون كلها من أولة لآخرة سنة حظ سنة ارتياح ارتياح نفسي مع معنات قاعد ما بيعمل شي الجدي بحياتك ما تلاقيه قاعد ما بيعمل شي دايماً عم بيعمل شي كل شي عم بيعمله بـ 22 مفيد ومثمر ومبدع سنة رائعة سنة سنته يعني فينا نقول من السنين الحلوة هو تعب هو تعب بصراحة بالـ 21 ما طلع له كتير بالـ 20 وقت القوفيد وقت اللي كانت سنة الحظ للجدي العالم اضطرب وتسكر ما طلع له أنا تشكولي كتير ما ويبش الجدي إنه هايدي سنة الحظ انت الحظ وقاعدين بالبيت والعالم والعالم مسكر ما في شي إنه هلأ بالـ 22 فيكن نتعود فيكن نتعود رح بتعود ما طلع له شي مع التمريب ولا شي ولا شي تعطي لهم يا هالسنة العالم مسكر كان الدلو الدلو خلينا نحكي عن الدلو الدلو كوكب الحظ كان تقريبا كل السنة عنده ويلي بيقل لي ما طلع له بيقل له ووكي الحق عليك أوكي هلأ كمان السنة مننا كانت سهلة بس أفضل من العشرين سوري أفضل من الجدي سو كانت سنة لبقسة بيها وحلبة بيبقى علينا كانوا هالمواليد التعيسي يلي كان زحل عندهم زحل كان عند مواليد تقريبا شهر كانون التاني كل مواليد كانون التاني من برج الدلو تعبوا تتعلسوا أو تسكرت بوجهون سحل وقت اللي بيجي بيجي مثل الأستاذ بيضل عليك بيقعدك بقاصسك لتتعلم درسك كل 28 سنة بيمروا كل 28 سنة فدرسه بدوا يتعلم الإنسان منيح لا يضعني 28 سنة مع هالأمثولي أو هالدرس تصور قديش فبيمروا سحل مرق عندهم وهبط الدنيا عندهم هبط ما في شيء بقيه مثل ملازم تتغير بتوقع أشياء لكن لا يبنى ما ترحى شيء تاني أوكي بالـ 22 هالتأثيرات تبعى سحل رح تنتقل خلصت من مواليد كانون التاني وين رايحة عمواليد شباط عمواليد شباط من 1 إلى 10 شباط هنا مواليد 1 إلى 14 شباط بيطالون تأثيرات سحل السئيلي بدوا ينتبهوا لكن بشكل خاص 1 إلى 10 شباط فبراير بدوا يكونوا كثير من تبهين زحل طاقته صعبي طاقته صعبي بشغلكم ما تكون مبسوطين بتكون تقعدوا إذا أجيكم أوفر تاني بتكون تدرسوه منيح بتكون تتأكدوا يا ترى بتتركوا هون بتروحوا لهونيكي ممكن ما تكون مظبوط زابطة المجازفات المالية وغيرها ممنوعة المجازفات الصحية ممنوعة كل شيء بيكون جيسفوا فيه ممنوعة أصلا أنتوا رح تحسوا حالكم ما عاجبكم شي أصلا نحسوا حالهم أنه بدون يعملوا ردت فعل سلبية رح تتحلحل معهم صوب نهاية السنة صوب نهاية السنة أو سنت الجي صوب نهاية السنة واحد لعشرة هذول تتحلحل عنهم لكن بآخر السنة يعني الثلاثة عشرين تكون أفضل لكن بتنتقل تأثيرات السلبية بعدين لما أولي العشرية ثالثة يعني من بلش من 11 لـ 18 هذول يراحين لثلاثة عشرين لكن في شوية مصاري في حل حلي في شغل في مكتب جديد في نقل جديد في تغييرات في تحسن فيك تنقل مطرح ما أنت فيك تروحها جامعة تانية فيك تغير فيك تغير كاريير تغيرها أوكي تتغير عندك الأمور لكن رجاءا مواليد واحد لـ 14 شباط خلوا براسكم أنه في زحل زحل حطت وقعد ناترك يلا منختم ببرجة الحوت برج الحوت هذا برج الروحانيات برج الاستنارة ما بعدني حكي بالمقدمة أي لأنه جوبيتر يتراصف المشتري مع نابتون في عنا سنة الاستنارة بالعالم نابتون هو كوكب روحانيات أيها شكرا هتعرف أكتر على على الحكيم نشأة مجد النور أي أكيد بنكلم أصلا بعت لك كتير سلامات وكلام كتير حلو مرسي وخليك بالتمثيل أوكي هو بيعرف أي بيطلع ملفك دغري أي دغري بتطلع واضح قدامه سكرين دغري هم بيعمل هيك شو من أنهم لو مليد الحوت الحوت سنة الحز سنة الحز حزك كتير حلو لأنه المشتري كتنعشر سنة بيوصل لبرش الحوت وهلأ واصل بـ 22 أوكي هلأ موجود أصلا بيواصل هلأ هلأ نحن عم سجل حلقة أراد يدخل المشتري على برش الحوت طب بدي أرجع لك تقريبا لبرش العذراء أنت تاريخ أيمتان بس لحد 28 شباط أوكي غطوا طار المشتري رح بيكون سريع ببرش الحوت من هلأ لعشرة أيار التأثيرات ممتازة مبلش بشباط موليد شباط لشهر أيار التأثيرات رح بتكون رائعة 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 طار شو تسونامي جرافي مثل أشوش بقش الأخضر واليابس بس بطريقة إيجابية عم يربح بيربح 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 حتى موليد تقريبا 16 أدار آخر شهرين بالـ 22 بيكونوا هني لـ 17 18 19 أدار أوكي فما تزعلوا موليد آخر الحوت إذا ما أخذتوا طولوا بالكم ووصلت لكم بآخر السنة ما تفقدوا الأمل هي سنة الحظ لموليد بش الحوت يعني إذا أنا بتسألني من هو المولود الأكثر حظا بسنة 22 هو مولود برش الحوت هو البرش الأكثر حظا عنده سنة فيها نجومية ارجع لأورا 12 سنة ارجع لأورا ماي 12 سنة ارجع لأسنة الألفين ألفين 22 ألفين وعشرة ألفين وعشرة مزبوط ألفين وعشرة تتذكر بعدين بتقول آه بهذه السنة تخرج المدرسة بهذه السنة آه ايه تخرج أو بهذه السنة تجوز تكون بارزة بحياته بارزة بتضوي مش كل شيء بيضوي بحياته للإنسان في فترات منعيش حياة فلات وأحيانا بتضوي واو هذا المشتري في سنين بتضوي أحمر هاي بيكون سحلي الله يقرب المشتري من الجميع يعني هو بيوصل للكل بيزور الكل هلأ مسائبة بين الحوت والحمل يعني كل من هيك إن شاء الله العالم اللي يحضرون يكونوا قدروا يلمسوا هذا الأمل اللي حكينا عنه بالبداية وعلى أمل أكيد لقاءات تانية نحكي شوي أكتر عن هالعالم الجديد اللي كمان حضرت عالم الروحنيات عالم الاستينارة أكيد مع الحكيم المعلم نشأة مجد النور رجعا فيه يدخلوا على يوتيوب الحكيم نشأة منظر ويتابعوا ويشوفوا العلم الاستينارة شو حلو إن كان الكارمة إن كانت التقمص الحمية النباتية كل هيدول التفاصيل الأجار أسرار الأجار أسرار المقتم شو بيصير الإنسان لما بيموت شو بيصير بهذه اللحظة وين روحوا شو بد كارمة شماس نشكرك على حضوري شكرا على طول العادة معك حلوة مثل العادة يعني فينا نقول السنة اللي جاية رح نقلب رزنا يوم ورا يوم نخزق من كل ورقة مرحلة ونتفرج على مرحلة جديدة عم تنفرج قدامنا لأهما شي إنه حتى الأيام الصعبة إزواجها هنا بابتسامة وإرادة بتصير حلوة متطلع عيد شماس نعاد عليكم نعاد عليكم